اشتركوا في القناة يوم يفصلنا عن اول مقابلة لفريقنا الوطني ضد الفريق البلجيكي يوم 17 جوان وكما في كل حصة راح نتكلموا بين سيدي موسى بتعداد كامل راح نعودوا ايضا الى قضية تسقيف الاجور والحملات لمنوها اللعبين هاد الاسبوع في البطولة وينغغيف حبسوا في اللقاءات متعددة راح نتكلموا ايضا الاحتفالات اتحاد العاصمة بالبطولة وايضا على جمعية وهران الصاعد الجديد للقسم الوطني الاول كل هذا مع محللين الشيخ مساء الخير مساء النور مساء الخير زهير مساء الخير مساء الخير محمد السلام عليكم ضيفنا اليوم هو مستشار جمعية وهران ضبوغ لاعب سابق فريق الوطني لاعب سابق في مولا دياج الجزائر فوديل دوب مساء الخير كنا وعدنا الجمهور بالليح يكون معنا اليوم وحن نهضروا على جمعية وهران لاننا تكلمنا على ابن عباس وتكلمنا على نصري مرحبا بك معنا دوب فوديل معنا فعد الحسن الله يسلمك مساء الخير أسماء مساء الخير شيخ سعدان شيخ جلول لاعب الدولي السابق محمد شعيب وحنا دائما في الخدمة الله يسلمك الله يسلمك فوديل سيتوشوغان بلازير لتكون معنا كيما قلت لكم فريقنا الوطني وفي تربوس لكن قبل ما نروحوا الفريقنا الوطني ونتكلموا على التربوس هدايا والقائمة على تلاتة وعشرين نبدأ اليوم بقضية قضية تصنع الحدث في البطولة التعنا قضية تسقيف الأجور كان هناك كانت هناك صدرتها الرابطة الوطنية هذة السنة وهي بتسقيف الأجور بمئة وعشرين مليون سنتيم اللعبين في آخر في آخر جولة الأمس وأول أمس أيضا قاموا بحملة توقفوا في في لقاءات متعددة باش يندوا بهذا بهذا الغاقل المشديد تابعوا معنا هالتقرير ونعودوا النقاش اشتركوا في القناة المسؤولين الذي اتخذته الفاف وباركه رؤساء الأندية المحترفة مر في البداية مرور الكرام فلم يكن له أي صدى طالما أنه تم في بحر الموسم إلا أنه ومع اقتراب نهاية المنافسة بدأت ردود الأفعال تتهطل من لدن الجهة المعنية فتضربت الآراء والانطبعات وكل واحد تشبث بموقفه اللعبون من جهتهم أعلنوا صراحة رفضهم هذا الضيف الجديد معلنين تمردهم عن أي مساومة من قبل الرؤساء الغرض منها تقليص أجورهم الشهرية طالما أننا دخلنا عهد الاحتراف الذي يحكمه نظام العرض والطلب دون أي حدود أو تسقيف رؤساء الفرق من جهتهم حافظوا على موقفهم الأول المتمثل في تسقيف الأجور في المائة والعشرين مليون سنتيم بالنسبة للعناصر التولية ودونها إلى الثمانين للعبين غير دوليين مما يمثل مكسبا هاما لهم وضربة قاضية لأصحاب الأجور الخيالية ومع نهاية الموسم الحالي تعالت أصوات المعارضين للمشروع ومعها تزايدت أوراق الضغط على أصحاب القرار فالحديث هذه الأيام هو عن نقابات وجمعيات سترى النور من أجل الدفاع عن حقوق اللاعبين ووضع حد لما سموها بالمهزلة الكروية التي لا تمت بسرة لقواعد الاحتراف الحقيقي كل هذه الضجة وما ستفرزه من ردود أفعال متضاربة توحي من الآن بصيف سخن فهل ستقول الكلمة الأخيرة لللاعبين الذين يبدو أنهم لن يستسلموا لأي مقترح أم أن الفائز سيكون الرؤساء والفاف وربما سيفتح المجال لممارسة جديدة تحتمد على الحلول الوسيطة التي تخدم هذا وذاك بفتح المجال للعبة السوداء والممارسة اللاشرعية المهم أن أشياء كثيرة ستطبع المشهد الكروي ابتداء من هذه الصائفة والقبضة الحديدية بين أبطال السحة مرشحة للتصعيد أكبر المهم أن أشياء كثيرة ستطبع المشهد الكروي ابتداء من هذه الصائفة والقبضة الحديدية بين أبطال السحة مرشحة للتصعيد أكبر طالما أن لا أحد مستعد للتنزل عن سماع رأي الآخر والله الوقف أنا أقول لك ميش حاجة مليحا برمو سي انتسبورتف سي انتسبورتف مم يعني تحديد الأجور والله سي با كم سا أنا برمو سي تنجست انتسبورتف فالي با لفعل بكاش من هذه الصقيف الأجور هذه جامعي سلات وما شاح تكون هذه حسدو غيرها ديركتو من توكر ما كنا ندخل معك في الديطاي كريم غازي يتكلم على حسدو غيرها رئيس اتحاد العاصمة أيضا يتكلم على كولكسيان تسبورتف لكن كان رؤساء واحدة أخرين رأهم معهد تسخيف الأجور من بينهم رئيس شبيبة القبائل محجيف حناشي كنا تكلمنا معه يوم الأربع الشيخ كان بالمناسبة بمبروك على التكريم لكرماتك لدي جيسين لكا يغلي دردها كان حاضر وتكلمنا معه مع الشراء وقالنا بلي وابور وفريمون إلا توجو ميليتي فور هادلاكوز دونك أس كشيخ حاجة مليحة أو لما شي مليحة تسقيف الأجور إلى 120 مليون بالنسبة لعبين دوليين و80 مليون بالنسبة لعبين لما شي دوليين أنا شخصيا كنت أتمنى هذه هي المشاكل الذكور تدريجين لأنه لما انطلقنا في في الاحتراف ما درناش يعني يعني أساس 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 خاصة جريدك يعني تعالقوا نين من ناحية المالية من ناحية النظام من ناحية الأمور كل باش ندخلوا الاحتراف هي أكتش ألمان ذرك من بعد ثلاث سنوات ترجع فينا في هذه المشاكل المفروض كان تكون دراسة دراسة حسب المكانيات اللي عندها الأندية باش تدخل الاحتراف وفي نفس المقص تتسمى توجيهات من طرف المسؤولين وزيرة شبيبه ورياضة والاتحاد كورت القدم نظن الغلطة مشات من هناك ذرك مشات من بعد ثلاث سنوات خاصة السنة هذه لدارة يونانفلاسيون خار لدارة يونانفلاسيون كبيرة خاصة لأنها كان أندية أندية كبيرة عندها أمكانيات يعني مالية كبيرة تصرف كما تبغي ونظن وزيرة جزائر تحال العاصمة شباب قسنطينا وكان هنا فرق أخرى رمف وضعية صعبة صعبة نظن للاستيوات هذه هي بعد ما جاءتها تسقف الأجور تسقف الأجور جاء بعد اجتماع فقط لجمع فقط الرواسل الأندية لم يشاركوش فيها الأطراف الأخرى نظن هذا هو تاني الشيء لماذا نريد كوريجي كوريجي دروه في فترة في فترة في وسط الموسم هذا خاصة في المرحلة الثانية وصار قرار توجيه المسؤولين المسيرين اللي نلقوا ورحوا في وضعية صعبة ولكن ما فيش مشاركات تعلعبين وكل وحتى المقربين نظن نظن نرى أننا في وضعية صعبة صعبة جدا وما نشعر كيف أنت معاه هذا ولا ضد هذا القرار شوفي أنا 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 ما نقول لك لما ما نش معه يعني يقول يقول كان أندي عندها مكانيات كبيرة أو ساسبس اكتر ممم في في الأوروبة برزم باريس سيكون مثلا يستحض لغشي ما ضد قال لكلام هاي ليا فا دارت دارت قانون نتعى لفر بلي لفر بلي فينانسي باش باش كنا أندي عندها مكانيات فخمى ويقدرو يجيبو أي لعب بي وك نو سلطو سلما صالاريال جنرال يعني تلك وكان أنديا ما تقدرش ما تقدرش تبع لازم تتبع دونك يبوكو بوكو دو ترافاي أفار لازم ننظمو للمشاهدة باش نتلقو باش الكورة تطور باش ننظمو لشيء المهم هو تطوير كورة قدم باش ننظمو كما لازم لحل لازم ننظم نديرو اجتماع نتعى الاتراف كله زياد نجيبو دي 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 باش ننظمو حلول باش ننخ رجو من هذا باش انه انه رجو باش الليلين أنت يعيش وشي عيش مستشار أي نادي في جماعية وهران نظن بالليه جماعية وهران اللي ما عندهاش انفلوب كبيرة تعمل ممكن هذا القرار يساعدكم كما قلت تدبون السياسة التي تمشي بها الفرق كل فرق وعندو السياسة التي تمشي بها الفرق جماعية وهران احنا مازلنا في هذه الخدمة تلافورماشيون يجي تشوف الفرق اللعبين اللي كان عندهم الشارف وصعدهم أجمعية وهران هذا العام كان اللي موين ينضج تاحهم ميفوتش 20 عام احنا على حساب الامكانيات والحساب الامكانيات المدية والامكانيات التقنية قاعدت ماملو جوار احنا نرفو كين قيموا جوار لعندك مقبل فوضي اسمح لي كنت قلت لي تكلمت لي على مثلا أجور ماكسيموم قلت لي احنا ما نخلصوش بزاف لكن الحاجة اللي مليحة سيخلصوا اللعبين تاعنا صح ما عندهم جدي صالح كبار لكن يخلصوا في الوقت وعندهم لي بخي تحلوا صافي بقادي ربلي ما كانش دي جوال يدو دراهم كان دي جوال يعني قولك على حساب كيفاش قولوا لقيمة اللعب نعم حنا كما دولي جاني نطلعهم معنا موشي قعدوا بهذاك الأجر اللي بدون معنا نطلعوا بهاد الموسم هذا الموسم لي فات مطارن كانوا يخلصو احنا نخلصوهم احنا يعني ما ما دلاشا بروض بروض الملايين احساب الانفو تاجور كان لوا مليون قانلي دوز مليون كان يدزوين مليون كل واحد كيفا دو سنتيم دو سنتيم دو سنتيم دونك وملم الجوال لازم يكون مقتعنا أنا هدي تتتسقيف الأجر هذا ليا أنا أنا جسوي قانتر لدارها على حساب الانفو يغلأ من المسؤولين ما شمنا ده المسؤولين تعل القورة من المسؤولين تعلق وما اللي ديرو لانفو يغلأ دوك أنا لو كان راني جوال نجي نغو سي قولواases نطلعهم يقول لي نعطيك سم مليون بلك نروح له نلقى في جاء واحد أخرى يقول لي سم مليون في جاء واحد أخرى سم مليون دونك أنا إليك نسيني بادك لبري دونك ما قال الكريم غازي قال لك هدي غيره وحزد لا غيره ما حزد الناس توجور واحدة ونوة صباح ربيت وكل ربي بش يختم دونك أنا أنا شوي بلجواري يربح دراهموي مي بار كونتر مد الفريق هذا وش عطاها لك هدي هير محمد ولزوهير لعبين قروا باش يحتجوا في آخر جولة في البطولة الاحترافية الأولى هل احتجاج هجا ما جاش متأخر لأنه ممكن كانوا يحتجوا كيصدر القرار القرار الصدرات الفيدرالية مع الرابطة بعد ما تكلموا مع رؤساء النوادي لرؤساء حتى ولو ربوها ويقول باللي إحنا رانا كونتخ رؤساء كلهم كانوا ببوغ هذا القرار هذا في نالمو ممكن كل احتجاج هجا ما جاش متأخر شوفي يا سمع نحن الاحتجاج هجا ما جاش نحن كنا نسلنا فيه يجي بتأخر وإلا في وقته رح يكون احتجاج لأنه من الصعب اللعبين يتقبلوا هذا القرار يعني هذا القرار هجا رح يمس يمسهم ديركتما ننظم اللعب اللي كان يقتضي اللعبين يقتضي حتى مئتين واربعين مليون مئتين واربعين مئتين وخمسين مئتين وستين مليون ننظم اللعبين يتقلي لو ننظم كما قال الكابتن ربع سعدان أنا نظم هاد الامور اللي كانت تكون كلها مدروسة من قبل وتعمل برنامج وتعمل تخطيط وتعمل كل هاد الامور لأن هاد تسقيف الأجور أنا ليه كمحلل أنا نقول لك بلي هي أنا استادير داروا لشاري قدموا الأمور كانت أشياء كنا قادرين المسؤولين كما نقول لك يحلوها المشاكل اللي كان في كورة الجزائرية كان كما يقول لك مشاكل أكبر من هذا المشكلة نعطيك على سبيل المثال تكوين نعطيك كما يقول لك المشاكل تعمل مدربين مشاكل تعمل مسيرين تعمل زي نعطيك شيء آخر هاد المبالغ راي تقدطيها اللعبين هس كي خرجو داريب عليها نحن نشوفه في الأندية الأوروبية هل فيه تسقيف الأجور أعطيني نادي واحد في العالم بإسره وين كان اللعبين عندهم تسقيف الأجور ولكن كل اللعبين يخلصوا داريب أنا نظر خليه ياخد مبلغ اللي يحبه ما فيش مشكلة ولكن يخلص داريب بتاعه ونصلحوا الأمور تجريدين مع تلعب اللعب محمد ممكن نفس سؤال زيد لك برك قلوب اللي الناس ممكن اللي على بلاش وما تبعش ممكن كوات القادم هاد سنوات الأخيرة الفيدرالية والرابطة قرروا مع هاد الرواسة مع رؤسة النوادي هاد القرار لأنه كان هناك بزاف ليلتيج كان بزاف لعبين عندهم عقود تعميتين مئة وتسعين مليون لكن ما يدوال وضنك الفيدرالية أصدرت هاد القرار باش عنا مئة وعشين مليون سور اللعب يديها وخلاص سور ملكون هناك لليتيج أصمال لديه أصمال لديه أصمال لديه خلاص وقال لن يفعل أدقال وأن أدقال من يفعل أدقال لن فقط كما يفعله في علي المساعدة أدقال أدقال هو دعوة المساعدة لن نفعله بشهر ويأتي لن تكون مستطع بي لكن الآن في البداية أنت مرحلة ستبق وحشيف حناشي قال أي شبال المساعدة لدينا ويساعدة بالجامع مالا اكتحاج لنا بس كما كان فرق يعني فرق عنده امكانيات ماتلون دوكا بورو فني لغرب هادي اسكو سمعت انا سمعت بلي في في الناس اللي كان امدوا رأي وقالوا بلي ممنوع اللعب يبني ادير ينقر انا نقولك وعليش ممنوع خدام خدام يخدم في الشركة انا شوف الاخدامي اللي يخدموا في شركة يخرجوا الشارع وكاين ويدروا دي غاف الحكم ممدوا ذهب صحو الله صحو الله صاني صحو الله 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 صحو Games خدامك إلا وكش ومرش محمود على ن صحنا سمعت في بهنا دير عواء ديرreich أغرار ما ديراء sencill س hot كان ربما المسؤولين يأخذوا بإعتبار هذا الوقفة التي حمادي وانا نقول باللي من حقهم من حقهم بس كما عمال ولو وفي العامل تاحهم يسمح لهم باش يديروا ينقرف وهذا استميصاج المسؤولين باللي رام غاضبين وما مش حاملين هذا الشي الآن للمسؤولين يأخذوا بإعتبار هذا الوقفة على اللعبين هذه ويحلوا يحلوا الملف ويتدرسوا دي مانية انتليجنة لا أنا رأييه إستدار الاحتجاجات اللي داروا على اللعبين ce n'est pas un greve parce qu'un greve ce n'est pas comme ça مانك اشيشت حب يبينو لبلي إحنا ونكانتق سات دي سيزن عن اتوقفنا على وليني نا مانا قول لون لون كسون ولوان مع نهاية الموسيم مع نهاية الموسيم لا بصك سافات ديفيسيل سافات ديفيسيل pour eux حتى اللي كمي يقول لك القرارات هذه ان انظرنا لزم هاد الأمور واحدة يخدها بين اعتبار ويدرسها ويجلسوا مع اللعبين يديرو جمعه يديرو كمي يقول ديري ويجلسوا مع المسؤولين وياخدوا قرار باش يصب في مصلحة الكرة الجزائرية وشي تاني انا سمحي لي باسكو خدانا شوي لك باش نباركو الجمعية تهران على السعود ثم كوشين بروكو كما يقول لك وان شاء الله بتوفيق في الربية المحترفة شيخ هل بتسقي في الأجور كين أندي مثلا كيمة اتحاد العاصمة حابين يلعبوا الأدوار الأولى في الشامبيونس ليغ العام الجاي الإفريقية وحابين يجيبوا لعبين كبار مهاجمين كبار حتى من الخارج هل هالتسقي في الأجور ممكن يمنحهم من جلب لعبين كبار؟ نحن لا نعرف القوانين التي خرجت هذه هل لعب دولي لا تطيلوش كتر من العشرين؟ لا لعب دولي هل لعب دولي هل عندما كنترات عامين ولا ثلاثة هل يتم يع TJرات عامين؟ دليل، حي LOT تعامل Lanbreakte دخلان Justiسε دان детرق وقت ياسيبا كاكاتل ديسيزيون يعني véritablement تيانان كنت دراسيون قد اي مزير كعا كدج ورائه اي 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 يأسه قولين الوهولاء مالا ذا يروا شعب للاعبين تراسق 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 التي ست詰ح قامل جيوب تراسق التراسق تراسق 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 تراس قبل جيوب يا شيخ على الشاطع تراسق تراسق لا المط�가 الإعبائي سحراها قربة لننغوشيات ولكن كم تعطي قدرو يمارسوها على الفدرالية لانزماما ما يمضي كم تعطي خلوشي الصباحية حسنك يخلقى سحراها لنجد غير سرات ونجد غير سعود ونجد غير فيه ليه في الأمر لا يتكلم لا ماما لذلك أعتقد أنت كم يعنون لديهم لتكلم لأنه مجرد جدا. إنه مجرد جدا. يجب أن يكونون من المعرفة. لأنه يدخلون لها الناس الذين يعرفون القوانين ويكون من ناحية العدلة. ويوجد هناك الكثير من المعرفة في العدلة ويوجد في العدلة. هل يمكن أن يكون لديك الناس كما نقول بالعامية شكرا كما تقول للمعرفة مع رؤساء النوادي لأنه يكون لديك نوادي كلها تمد نفس الثمن. ديابة تخيرنا للمدلك أكثر. نعود أنه يبرك الهدية الهدية نمو من المرض ونستخدمها في النسيونال وكين رؤساء الفيرق هم اللي بدأوها. كانوا ملتمة كانوا يحب سواج المرض. نحن نقول لك جران بروبلم وتخيرنا للمدخل في النسيونال المرض الهدية الهدية هل يستطيع الإسرار لا يكتبه الهدية الهدية وفي النسيين ما نحن يكون المرض للمدخل الهدية تسقطوا بالحالة في الصورة لعب عندك لعب من شبان تاك عندكم لعبين شبان مميزين في الجمعية وران دوك نتدلو ثقف الوجود تاعة 80 مليون سنتين في الشهر ويجي رأيس فريق واحد اخر يقولوا نعطيك هنا 80 كما يعطيك ونعطيك انسود لعطا بالطان يروح لما يروح يسير يروح خلاص وكيف يفروف اللي بليع تالو تحتلق وهذه راح تتكريل وكيف يفروف اللي بليع تالو واحد ما يرتفع لان الآن ديالو كان يروح جور كما يروح لذلك لعب كما يعطيك هسما خافي على هذا في مدين سلسل الخامчики . عندها لصور مالي تكفي باشي خلصت هاللعابي نقا ولو رسيني لدوسي. كين حاجة نعم. ولكن هذا ليس لذلك. ولكن لذلك اليوم انا حبينا نديرها اتخابه دي نوت مانيار. كين حاجة أيضا هي أن اللاعب هو كما قال فوديل وكما ربناك عامل هو عامل. عامل هو العامل من واجباته أن يخلص درائب. هذا نعمال. بالمشيطون العامل يخلص زوج ملاين يخلص درائب ووحد يدي 30 مليون يخلص درائب. لكن تسرير الأجور. هادئبين. هادئين؟ هادئين لأن تسرير الأجور هادئين لحاجة الإحادات على النشارية. بلوحوظ مرتبة كم تسريكة. تعالى لك أدري في سنواتنا كم تسرير الأجور من التأكيد. لكن على سبيل الملح وأن ننظرنا بحضائح سيكون لكيسار. يوجد أخرن مالحظم وأن شكرا. يجب أن يشترير الأجور قبل أن نصل للتسقف الآجور. أيضا، 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 أيضا،議 natuur𝘰 organs نعم لا يفترض لك iglesias. يقول يعني أشهد خفافية، أكل أحد أن temos بهم وكما زالت المنزل يفترض لكل كامل Window. هل يمكننا أن نتحدث عن تسقيف الأجور؟ حتى الثانيين وثلاثين. حتى لا نكون في بعض المحكمة في بعض المعلمات. لذلك يقومون بالعجام погружارك. لم يكن لاثمارات الثانيين. لذلك النوعية، لذلك التي تحدث عن تسقيف الأجور. لو تحدث عن تحديد المحكمة وي ستخلص الإسلاق عنها. لذلك، كما جميعون. لذلك، لم يكن تخلص السؤال. لذلك، مستقبل التمتلك الدولة. محرقون بالنسبة. ومسرات الثانيين، يخرج تخرجت أجور الأجور. نكرون أن كل هذه عامة، لذلك لدينا جواب، يجب أن نجل سائل دمارات بالسجاب عن الشراب أن نستنطرًا. لأن نقوم بسرعة أخرى في المجال، بسرعة أرة إلى المساعدة في السجاب. إذا كان يجب أن نقوم بسرعة يجلب الأمودية في المجال فانيا أو المجال، اذا욱، اذا اذا اعفرنا ادعى من اجل في المعارفين، من يجب على الشخص العام، انه وombاني هل في بعض الأعضاء؟ صحيح ذلك الحلوي، ومن يجب ان يجب أن نرغب هذا الأمر، لنا لاحقف المعارف، هذا سيح حيث ذلك، صحيحة ولكن رانا بعدي سو برو بلم لا نبايت تريتان جيل امبريسيون ينبايت تريتي كيما لازم الحال وراح ننزيدون دخلو فيما شاكل اخرى اذا وش نضيف بركو شقال شيخ جلول على فورماسيون الاخر احنا كما انا فارغ جمعية اوحرا بلك راح ننفاجأ الناس يقولون دورك على الشبان تانا احنا احنا من المينيم حتى الاسبور لسنترينير قاعدهم لسانسكاف مكان شلي هندو برمي ديگري هدا كتا يقرى سماانة ويدي بلا يخدم ضاير مام ليجا والله عاد اليجان لانا اقول لك وعلي هالنسي عام ليفدرنا كأس الجمهورية هذا عام سنتا دين اجهز الجمهورية او يمنين مكلاسي وميلي كادي كلاس وميا ميليزي سبورا يجبونه نتائج راح يتبع نتائج راح يتبع نحنا او ناشيونال انا في دكا كيمة الشيخ عندو باقاج كبير شيخ جلول كيف كيف محمد كيف شرحت تسرى كيف شرحت خلاصة الحكايتات تسرى كيف شرحت أجور أنا أسفر مستخدم Josh لكن basketball النظام للحصول على القائمة العرب أنا فريق لا يمكنني أن نستطيع تسرى كثيات لا أستطيع هناك السبب الكظرية الكارين هناك المشاركة هناك يولي لم يفعلوا 清ido من العلاق س Rhallah الضوء تعال بل احترام او فريلا دول ماتنون كووش كيفش راح تخلاص نقول باللي لالفرق اللي عندهم المال بزاف يبون بطير دي بون جور ولي ما عندهم شي قول ديوبا بك الافرماشن وما رويني على فرماشن بشكل يوم بشي حيثت بشنا هدوا على فرماشن. دونك نقول لي ما عندهم شي بون رويني على فرماشن. وممكن من الحلول اللي راح يدوها بعض اللعبين اللي كانوا يخرصوا بزاف ميتين تلتمية مليون انهم يهاجروا ويهاجروا غير قريب عندنا. غير قريب عندنا وين الى تونس بلاك سيديجا ديجا دوينيون مود في سنوات الاخيرة. انا سوف اشوفوا هالتقرير نعودوا لكم. لم تعو تونس قطبا سياحيا يستهوي عوام الجزائريين فحسب. بل تحولت ايضا الى قبلة مفضلة للاعبي كرة القدم النشطين في مختلف الاندية المحلية. بعدما تحول المنتوج الجزائري الى سلعة غير مرحب بها في السوق الاوروبية. المواسم القليلة الماضية عرفت هجرة جماعية للعصافير النادرة نحو بلاد قرطاجة. فتحولت كبرى الاندية في تونس الى قبلة تسهوي المواهب الجزائرية. خالد لموشية ابد الموم جابو بغداد بونجاح يوسف بليلي جميعها اسماء وقفت على طابور البطولة التونسية. والقائمة مرشحة للارتفاع في ظل تهافت اندية الدولة الجارة على السوق الجزائرية. ويقتصر تواجد لاعبين في البطولة التونسية على ثلاثة اندية. هي الترجي الافريقي والنجم الساحلي. وهي اندية تشكل هرم الريادة في واحدة من اقوى البطولات في الوطن العربي. ويجري الحديث مؤخرا على دنو التحاق بعض اللاعبين بالبطولة التونسية. نذكر منهم قدور بل الجلالي مهاجم شبيبة الصورة. فارس حميتي هداف مولودية العلمة. هشام بالقروي مدافع اتحاد الحراشة. وخالد جورمي لاعب وفاق استيفا. هي اذا مواسم الهجرة نحو بلاد قرطاجة. بعدما فتحت ابواب البطولة التونسية على مسرعها في وجه اللاعبين الجزائريين. في انتظاري ان تخرج البطولة الوطنياة من رحيمها. العنابين يسيلون العبا عماليقات القارة العجوز. الاسماء بالقراتي كما نقول لك الإمكانية تألي بالجزائري ما بدأش يبلغ فيها هنا في تيرات هاتزير سوكتو عنا لعفوين لبوف التارطان غاية كينيا وما عندهم الغازون سوكتو عنا دي جوار عندهم كما نقول لك في المستوى سوكتو عنا نشوفوا جابو وين زاد التطور تم في النادي الافريقي بعلا كما نيبو تعال بطولة تانا أطلع شوية وحنا مادة بين اللي جوار تانا في شامفينونات تانا يرعوا لوروب عشي لتونس كما كاش دي فرنس كبين الزاف كاي لعبين جزائريين راحوا لتونس وكاي لعبين جوستمون كاي على جال تسقف الأجور وعلى جال أيضا ممكن وشي الحاجة اللي راح تدفع اللعبين بتاعنا باش يخلوا البطولة الوطنية ويروحوا الجار تونس مترانش وما الاحتراف في أحسن مستوى نظن هذا هو علي لأن جابو عش نجم نقول الاحتراف راح لسويسرا فترة قصيرة ممشتش دونك ولا اللي هنا دونك لقى نفس المشاكل اللي عشتها الكورة الجزائرية وخاصة المالية دونك لقى الفرصة هذي نو تمام ما شمشى لتونس يعني تونس نبور هناك بعض المشاكل موش 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 الجوار اترانجي دو كاليتي لنا تحتاج واحد ولا زوج وهذا ما يحدث شيخ لك لكن مكش حاجة كبيرة مثلا في الأموال في دراهم نو واحد كيمة عبد الموم نجابو أنا شوي سيوغ باللي يقدر يدي مثلا نوشا ويدي فتونس لا نو 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 نحن نقول أنه يريد ان يختار دار نحن نجابو يريد أن يكون هنا في الجزائر ولكن المشكل هنا ديما نظن على الشراء بس قبل يتمع بلي رح يدي وحارك لصم مي ان في نال لا يدهش لنك لو يروح في الخارج لنك زيد عنده حاجة أخرى كي تريز أمورتان تونس إذا سيطن ترم بل بل يروح بعيد أكثر ميوكر جزائر فوديل في رأيك وشنية الحاجة اللي يتجاب اللعبين تعنا مش يروح ويحترفه في تونس لا 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 يتجابو في بطولات الأوروبية في بطولات كبيرة كما يقولون في بطولات فرنسا أو تونس أو في المرق يجب يلعبو لذلك أنا جاب لربي هذه تسقيف الأجر اللي داروها راح تخلي الجوار وشي بازين برد في الفوتبول الأرجلين بسكي كان الخزان في الفوتبول تعنا تعد زير وكوانتر حاجة مليحة يروح ولا راح حاجة مليحة كي راح وما يزدور في دون المستوى تعنا التما تعدنا ربعا لابنبون جحرا وبيترك على البطولة التونسية جابو راه كما يقول يدير كلش في النادي لأفريقي بلايلي بلايلي حبو يزيد المترجم وإنه يتجل وزيد وزيد لأفريقي جل تزير بشي باز حميتي أعلى تزير وفي القرارة ممكن أنه يمضي أيضا أنا أعلى الاجوال اللي حبول التونس أنا أقول لهم روحوا تخدموا الله روحكم وكاين قاين تهنا اللي جوال تزير حبو تنور إليكم واتكلم على بلايلي والمشاكل الإسرائلو أسك في تونس في السنوات مولو منذ ممكن التورا في تونس شوفنا بلاي اللعبين خاصة الأجانب كيشول يخلوهم دي زوتاج لو كان ما تزيج لو كان ما تزيج تمضي في النادي هذا كيدرول لك مشاكل إستدع كسوات دير وشي قول لك المسؤولين ولا نان ما ما عندكم شهد هسما هذا يدل بلاي أن ما في تونس يسعني أنهم المسؤوليين دائما نعم أسهر أحضر هناك في النادي تحل بلاي هل هل تحل أسهر هل تحل تحل كوش تحل كوش أحضر كوش أحضر كوش تحل كوش تحل فيا جمع على المغرب كوش كوش أحضر أحضر كوش تاني الموحيط تاني ولا ما يسمعش ولا ما يرحمش من اللعابين سي تعدير؟ سي تعدير كاللعاب تاني ولا يعيش تحت الضغط طول سنة هو تحت الضغط دك ماتنا سي سي لغي كي دي سيد في بلاسة المسؤولين تواعنا اليوم تاني مع ناس مسؤولين اللي عندهم مستوى كبير اللي يعرفوا يتكلموا أو يتجلسوا مع اللعابين ويقنعوهم هذا الشي تاني لازم محسوب في الهروب تعلعبين تاني زي تاني في المستوى تاني المستوى التقني هنا في البطالة تاني زي تاني رجعوه تاني تاني على الجلس سي لبرون في نانسي غوسي ساتوصا في كل لعب تاني بانقلو مشي قايتك من اللي عندهم مستوى اللي يقدروا يروحوا يلعبوا ممكن اللعب يخمر لي قالك لو كان روح لنخرج متزاير ممكن عندي من شانس اكتر باش نجيل فارق الوطني وعلاش مام احنا تعنا مام شامبيونة تعنا سيون في عقلية لعبين لا لا وعلاش يدي جوة كي جوة اللي سما يسون كونتاكتي فارق عندهم دي توش على فارق الوطني فارق الوطني دي توش على ما شوفوا انشتين جوة لوقال دي جا لازم لازم يضع اتخ خب مام بوم ما زم ما كين لحكوا الفارق الوطني سهر أنا أحبت نعقب برك على السؤال الأولي قلتها المحمد على اللعبين كي يكونوا نهاية الموسم ونهاية العقد يديروا لهم دي غيز باش يديروا لهم ماشي دي غيز كيش والي لهم ليش هذه ساسباس مامونغوب ساسباس مام في الخالج الخالج نعم مامونغوب صارتنا مامونغوب حنا كي كنا فريق الوطني مع اللعب شرفة كي رحتنا باش نشوفه ونتكلم معاه الفريق تاعه ما لعبوش هذا كله ما تقالوا له يتجدد كشافي شيخ يتجدد يه ماترش الفريق الوطني دونك هادي ساسباس اتولي نيفو مام في أوروبا يجوار كي ننبا جوي لكوب دافي سانكسوني هم دي كلام لا تكساها دونك سيسپاس في تونس هذه حاجة عادية بالنسبة للسؤال تاعك هجرة اللعبين تعنا إلى تونس نطح لك سؤال آخر هاكي تشوفي غير اللعبين ميرحوا حتى الاندية كل الديارة تروح لتونس للتحضير سيلا ممشوز وعلا شيروحوا يهلين الفراتيكتور عندهم كل مؤهلات يسون ترنكيل يسون با ديرانجي عندهم كل لوازم تاعد تدريب تمك عندهم الاحتراف صح باش مننا انا كان عندي كما يقول لك الموسم الماضي درت التحضير تحضير تمك عندهم كل شيء يوفروا لك كل شيء حتى ولا ما كانش يخلقوه باش اللعب ولا باش الفريق يكون مرتاح حتى اللعب الان اللعب الجزائري عندما يروح يهاجر الى تونس باش يلا في النجم الساحلي ولا في كلوب افريكا يصن دون الوفيشوناليزم وزيد شيء تاني هو الأجور يكتب عليك يقول لك النسف الأجر كاش منها لعبين في تونس يتقضى تلت مرات أولا مرات لعبين لما تقضى وش مثلا بونجح كان عندهم مشاكل مع طاوليزم يصال افتحه في الوقت انا شوف وليت تذكري اسمه عندما تنقل بونجح وانا كلمت معا عندما لعبنا ضدهم مباراودي كلمت معه النجم الساحلي يعطاني أموال كبيرة للحراش صحيح الآن لو كان ديري فريق جزائري مع فريق جزائري يحكي لك يعطينه 450 يقوله لك تسهل تتو با دانك سيبوصال اللعبين تانا يروحوا أول شي على الاحتراف وتاني شي على الجل الأموال لأن الأموال تماك راح تكون وراحت البال أيضا كما قلت وما كان راح تلبال لأن ميسي ميسي سيبالو بارد دانك يقعدوا في الزهر خير نو أنا نقول لك سيبال فوزيل قلو سنجل أسمع أسمع أنا ننفخوا بزافي تونس الصورة في بلادنا فتانا نقول لك شخصان ي possينا أنا نقول لك سيبالو ميسي أمر بلسو خنت سيبال ثم أحب آن سيبال أنا نقرأ أنا نستخدم دو 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 دجانج ناسيو باداكو نيه ماتنه طروح بسكو اه اوني سولي سيتي بسكو ناس حباتي اكتوح ليه اوكي ميبا شروح بسكو ناس ماهبش تطيق انا دراهم في باداكونا نافي هذا بسكو الأشحب بتشد الفيرق ميجور مريده واحد كما مثلا هكذا ننسيت برك امثلة واحد كما عبدالرحمان حشود لي خلص اكتر من مئتين مليون كي لعبين اكتر اكتر ايضا مولودية وحتى افتحاد العاصمة نظن أنه تكون صعبة لهم بشي حبتو حتى الـ 120 مليون مراشا حولول حشي حبتو حشي حبتو حشي حبتو حشي حكاية بدات كامل كي أبو ملا كنسر كان مضال الفوزي شاوشي وفوزي شاوشي كان مضال نداك بمئتين مليون ورؤساء الانديا ما جبهاش الحال قال بيت فهمنا على تسقف أجول هي مئتين وعليش فوزي شاوشي مضيب مئتين مليون هل يوجد عموية دوني لراغلا ما اسمع جانت كينا حاجة دوك بوم الله كي ديك لاري ولا لأخري ديك لاري شعلم الدراهن كي ندك لب ما عندهم شوال المولودية رأي مورا غا سونا تراك يمحنا فرق جماعيت ورن ما موران احتي سمسور ماتشوش نسنو الوالي ونسنو الوالي ونسنو الوالي خاصة تعلی بريزيد ونسنو الاخر همتيني بوك مام لازم لجون يكونوا حكم الفوطبال يكونوا هما تاع فوطبال مجيش دي مجيبش واحد انتا يطاح مسما حاكم بارون حاكم ليجوار ومعاش مينبا كيفاشلون قاشتا اليجوار وتي بيش اولي يعودوا يهبطهم لواناني كونتر بشي نقصوا ليجوار دراهم معلاه بس كيسي بانورمال لعام هادا واحد يدي مئتين مليون لعام الجاي تقولوا تديم يا وهادو ليجوار كتامولو ديه اللي يدرك كيمال عبد رحمن حشود رح منحشود رحو طول بش رحلي بش رحلي طرانجينا وقعد توجير يدور في شمبيونة تانا دون كان عندو مانيش نمدح فيه ولا كان عندو البوسيبليتي بشي لا في الطرانجي دون كان لابج ساولي وزد داو تيتر واحد يدي تيتر كل ام لازم يزيد في الاجر تاعه ويا رايها دون كان ست المعظف اهداف مولودية هذا الموسم شخ كتحب ديري دقق بما نغير قول كلمة كلمة اخرى يعني نتاقر اخر ذلك لازم موسيرين تال إن ديه تانا كل واحد يعيش حسب حسب مكانية دون كان يفيد في بيزيون دون كلمة لعمل جهل اليه كل واحد يعني كل واحد يجرى البوجات دون كليزم إيضى يسرح ياوا يوسي سكي تريزا مباشة للماني كتبوش حلال سكو ست ساوالي هما رايس ايرا ما عندك شمكانية جد شخص العبين أو تأتي وتزينا مع بكمترا ياسمون مولا ما تقدرش على فن السيزان راك تحاسب ياسمون مولا تولي تعقب من طرف لذلك ويروحورك دونك هذو هم اللي لسون كيف يفوتونير شاكا نطمان هذو اللي ديريجان نعيش حسب إمكانيات المالية ومشي غير في الجزاء للنوادي التاحة تعيش حسب الإمكانيات التاحة حتى في إسبانيا مشي كامل النوادي تشري بايل بمئة مليون كي نوادي أخرى تعيش على حسب إمكانيات التاحة 540 مليون دورو أو 625 مليون دورو وشوفي الوزن فلاخور الوزن ندر فوق الملعب نغلقو هذا الملف اللي خصصنا لتسقيف الأجور وهجرة اللعبين إلى تونس ممكن تكون كنتيجة لهذا القرار ونروح للحدث الحدث هو بيانسي فريقنا الوطني فريقنا الوطني ليوم السبت راح يلعب أول مقابلة وضية ضد أرمينيا في سويسرا راح نشوفه ونحي لحقة تدريبات تعمل ربنا فايدا يلوزي اشتعداد كان كامل اكتمل في الأسبوع الفارط بحضور 25 لاعب كي ما كنا قلنا لكم هنالسوديو فوت 25 لاعب فقط معنيين وراح يكون فقط 23 لاعب لحين يتفقلوا إلى كأس العالم نشوفوا هذا التقرير نعودوه لكم خمسة وعشرين لاعب راهم معنيين بهذا الترابوس في 23 لاعب normal mode وحسب المعلومات اللي عندنا راح يكون لاعب جديد لاعب جديد اللي سور راح يروح لكأس العالم هو لاعب رياض محرز لاعب جديد في فريقنا الوطني وراح يتنحى حارس مرمى صفا يتخبين عزدين دوخا واسيم محمد سدريك وحيتنحى لاعب لاعب هذا راح يكون ممكن بين عدلان قدزورة واسعيد بالكلام على حسب آخر الأصداء اللي وصلتنا دونك إليس ديفيسيل هاد الأسبوع دوبي كوتيدين براتيكم مندو ما مجيء اللعبين ياو دوبي كوتيدين الصباح والعشية تحضيرت راهي في فريمون أفون البارح في المساء اللعبين خرجوا أطاهم من كارتين يبغ في المساء لكن عاودوا دخلوا في الليل وش رايكم أسبوع فقط ولا ست أيام فقط قبل أول لقاء تحضيري ضد فريق أرمينيا نقول نحن البرنامج فاصلت ده بكري ده بكري اشتغل لأسبوع دوك حنا ما نشعر فين ما راح نش ندرو تحليل على على كونتوني ديزان تلمان بسك ما علبناش كسك ما يلا كونبيني ديزان شايخ ممكن أنا نشاهد في اللعبين اللي يراهم معنيين بل ممكن يعودنا يعودنا المخرج أسماء اللعبين حتى المشاهدين يشوفوا معنا نونك لعبين وسط الميدان الأحسن قدورة بن طالب أيضا طيدار مهدي مصطفى ويبدأ نونك اللعبين هدوما الخمسة وعشرين اللي كنا تكلم عليهم شيخ خمسة وعشرين حاضرين ما عليش نبرك باش الناس تفضل ما عليش كم البرك في البرنامج نخليه البرنامج من جيهان تكلموا على خاصة على العدد اللعبين واضحة الأمور كذلك لأنه عنده خمسة وعشرية لعب دونك ينحي حارس من البداية متفاهمين ودونك ما زلوا باش ياخدوا لاخداء قرار راح ياخد قرار قرار واخداء أنا نظر باللقرار لاخداء ولكن ممكن ينتظر حتى لا ممكن جيه إصابة اكزاكت ما راح ينتظر إصابة لأ مدافع ما وسط ميدان لأنه عنده العدد كامل في بون ريبرتيسيون تعد يعني كيليبر في توت من دفاع من الوسط ومن وجوم دونك ما كان حتى مشكل من الجيه دونك ننتظر أنا شخصيا ننتظر باش نعطي راينا خاصة تقييم يعني مبداي في بعد ثلاثين المباراية راح يلعبها المتخم ممكن المقابلة الأولى راح تعطينا شوية يوم 31 أنا انا 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 الاليس ديفينيتي فتا 23 راح تتلعب يوم 30 يوم السبت القادم في مدينة جونيف ضد فريق ارمينيا فريق ارمينيا اللي بو ما وش متألم متأهل كاس العالم لكن لبالك الجو تعو يشبه شوية فريق الروسي فريق محترم فريق محترم عنده مكانيات و راح نشوف حقيقة قوة حتى كما تكلم من كابتن البرنامج حليل وزيتش نظن راو سطره بكل مقاييس تاهو بكل مقاييس تاهو لان بدأت تحضيرات كما يقول يوم عشرة يوم عشرة وحتى اللعبين اللي انتهت البطولة التاحهم اللي تحقوا مباشرة انا السؤال تاعي اللي حبيت نطرحه حتى مع نفسي وقتاش لعبين هذو خدو الراحة لانا الراحة ستدخل في برنامج التحضير هما اللعبين بلك الناس في تربوس اللي فات كانوا عملوا اجتماع مع وقالوا طلبوا منه ان يكون هناك دي كاحت اللي يبغى عدة ممكن ساعة ساعتين نص يوم لكن يكونوا هناك دي كاحت اللي يبغى اللعبين وطلبوا منه ايضا قالوا ما شاك يتمدلنا دي كاحت اللي ما نسمش كامل نخرجو كيف كيف كل واحد يحبوش يحب يدير لانا هذك ما يوليش انك اختريب وبايدا يلو جيت نضل باللي نسمع لهاد لادوليانس تحهم وقدير يطبق فيها أنا ما حبيش نضلك على هذي الامور لان هذي كاتيليب لازم يكون عندما يكون كم يقول مطول لازم يكون دي كو بير هذي ما فيهاش رجعة ولكن اللعبين لازم ينسى شوية كورة القدم لازم يرحل مع العائلتهم لازم يخرج من القوقعة هذيك باش عندما يرجع يرجع بكل قوة لانا هذي الامور لانا مش فينهاش في الفريق لعبين ياخدوا يوم راحة أو نصف يوم ويبدأ في التحضيرات تدريبين في اليوم الفيرانس اندفيدويل على طول الموسم سيبون لشارج كيزان ديران لسيزان ياتيك صحيح سيبوسال يقول لك المباراة الأولى حتى تكون معيار صحيحي والمقياس حقيقي الفريق التعنا باش نشوفوه وراه هو متواجد رئيس الحكومة راح يروح غدا إن شاء الله يشوف فريقنا الوطني دي لهم جولة بين الوزيد يحب رئيس حكومة تعنا شكرا يقولنا يليسيم باتيك سنوفيدو بيان لفور موكين شوي ambiance غدا إن شاء الله يكون يحب صحافة 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 يشوفو باللناس أو المسؤولين تعنا تعال البلاد راهم مهتمين بهذا بهذا شي هذا وطول المنظر والناس قاعد تسمى الفريق تعنا في البريزيل نتمنى وبرك يكون تحضير دقي وملاح اللي راح يخلي الفريق تعنا باش يكون عنده صورة اللي راح تتعجب على المحبين تعال الفريق تعنا وذلك من بين ايضا احتجاجات اللي كان في اجتماع كان طلبوا بها اللعبين مع فايدا يلوزيت تكلمتوا عليها شيخ هي التحضيرات وطلبوا منه أنه ماشي كام اللعبين يحضروا بنفس طريقة لأن اللعبين ضرتهم هذك التحضيرات وفي كاس افريقيا مكانوا بعاد عن المستوى التحمد وكنت من الأمور تكون مختلفة في هذا الخطر ما يخفى لك بالله هذا المدرب الفريق الوطني سودي سنعب بالن لجول الفوتبول شهادة حي قدمنا اللي راح تروى كوب ديموند يعرف كيش تروى تروى ولي تروى كوب بروني تلعب الماليكا دانيار ميني تسلو ويني سرين فوت ننحك بل 22 26 مالغري كون سرير وشفا دانم فهم تش أس ك السنة لجوار يجي قولو أم جوار أم جوار أم جوار يجوار 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 أم أم يجوار 40 مجوار 42 مجوار يجوار يجي واحد كما في غولي لعب حتى الدمي في مالتا لنروب علي كان دي جوال للقام مزعومي اللعبو دونك أنا جي فاليش يجي قولولو مكاشي مامي زرمي لعبو دونك كاملو فاليش يجي قولولو أنا جبونس كي هو تحمل مسؤولية مدر بوطني هل لك هل لك أخطاء في كاس إفريقيا باش معلش ولا يقولولو باش نصلحوا الأخطاء معلش فضي ما بيصلحوا الأخطاء أنا أنا نكتبش عليك أنا لو كان جيت أونترينر المساق جوال يجي دخلي في خدمتي ولا يقولي وش درش ما درش أنا وحدين فهم روحي دونك وممتع لي كارتي لي برها دية سي نورمال أن جوال متهمة نتقولوش أرواح روح ونشوفه وقع شجرة كيف كيف لأنه على أشاله هو تكمو على هادشي لأنه في كاس إفريقيا كانوا راحوا داروا قامل ترك لفامل سافاري باش شافوا الانيما راحوا كيف 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 أسمى أشوف يا شيخ سعدان أنا ماشين مدحولة تاريختي أحول يهضر عليه اللي حب حبو الكراكرا السيد خدام في لكيب نسيونال أعطالي لكيب نسيونال ونجي مقولوك ما تقولوش لجوال يرام دوكا هو رقع ماشين مدح فيه أنا أطنك سيتوان يا مرمالا مانيون سيان جوال ماولو نهضر بس كين حب بلادي هذا ما كان نجي مقولوك بليلو كان أطولو الشيخ سعدان هاد الفريق هاد هاد اللاعبين بكوش عندو مشكل بشيدة ثلاثة وعشرين لعب الشيخ هو فايدا يلوزيتش قرر كيمانتا في الفين وعشر بش يدي خمسة وعشرين لعب لكن هو الفرق ممكن أنه قرر بش يقول لعبين الزوج لعبين اللي ما حيش يروحوا الكأس العالم يقول لهم الآن بش ما يكونش هناك ما تكونش لهم صدمة صدمة في سويسرا حيقول لهم قبل الرحيل إلى سويسرا يقول لهم أنتو ماغي زغبيس لكن لو تكون هناك صابعه لا ممكن أنكم تكونوا في القائمة النهائية موث سينشوا هو تعيث ما محبش يدي غير ثلاثة وعشرين شوفي أنا البارح ولوم البارح شفت لحظت يعني المدرب شوف تعلمي من كل واحد يعني من كأس العالم إلى كأس العالم تعلمي الأشياء مع المدربين شفت ديشان ديشان بان صارت له يصبت كثيرا في الأساسيين فح أخرتها مضم دا الحرس أخرتها جاب نادا ست لعابين شباب وقال لهم تماما كومش رايحين ولكن جيوا دربوا مع المنتخب لما ينتهى المعسك للمشيو ترحو سوف كا ونسرين بلسيور يوجد أحد كيوا رملاسي داخر شوف هذا بشت عرفي بلسيور 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 طالبوا من الجماهير خاصة اللي عايشة في أوروبا نجي تساند بكترالينا ليبي مازا ما تبعوش كامل وفرصة باش يشوفوا فريقنا الوطني قبل التنقل إلى كاس العالم لكن فكين أيضا ما بعد المنزال ما بعد المنزال فإذا لو زيتش مازال ما قررش أسكوا يقعدوا لما يقعدش لكن في الفيدرالية الاحتياطات ترى مأخوضة وممكننا نكوكو في روح الكاس العالم باش يعاين الفريق لباسوك بلسيور نشوفوا هالتقرير ونعودوا لكم باختصار شديد على قوكو في لدينا القضية والاكتواليتية سي باسار والاكتواليتية كاس العالم وتحضيرات فريقنا الوطني لكن هناك تحضيرات أيضا لما بعد الكاس العالم وهي كاس إفريقيا وتصليات كاس إفريقيا اقتدام من شهر سبتمبر ممكن أنك فيسون قوكو في الحد الآن ما كان حتى حاجة رسمية لكن ممكن أنه يروح يعاين لو كاين هناك يسمى أن يروح يعاين فريق جزائري في البرازيل سكي إلوجيك وستصفيف كامل الفرق العالمية الشيخ نحن نقول لكم أكثر محسن من هذا نحسن من هذا لازم يروح يشوف المباراة الودية لازم يروح يشوف المباراة الرسمية لكن بعد ما عندوش الوقت صح ما يعرفش الموحيط لازم 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 مليحة نحن عادت الجمعية الوهرانية إلى حظيرة الكبار مشوار كبير لفريق أتعبته دوما المشاكل والخلافات واضطرت المدرسة للانتظار عديد السنوات لتضع قدميها مجددا ضمن الكبار بفضل طاقم مسير من طينة الكبار ومدرب محنك عرف كيف تسير الأمور لصالحه بالاعتماد على تشكيلة شابة ظل هدفها الأول والأخير الصعود ومحو صورة الجمعية القاتمة والتي دفعنا بعديد الأسماء الكبيرة للهجرة نحو كل أندية الوطن رفقا بالغ الذين استضموا بمدارس كبيرة على غرار الويدات الامساني اتحاد الشوية النصرية والتحاد بالعباس واجهوا مشاكل كبيرة وخاضوا عديد المعارك فكانوا في مستوى التحدي الذي رفعوها مسيره من جهتهم اعترفوا أن الصعود لن يأتي بقوة الميدان فقط فكل مباراة خارج الديار كانت أشبه بمباراة كاسة صراعات، مواجهات وعمل كواليس كاد في بعض الأحيان أن يرهن حضوظ الفريق في العودة إلى مصاف الكبار مثل ما حدث في مباراة اتحاد بالعباس بوهران وحدثت الاعتداء على حسين أشو ولحسن الحف تحقق الهدف وقيمة الاحتفالات في كل ربوع البهية الجمعية بشهادة أبنائها وأنصارها الأوفياء لا يجب أن تقف عند هذا الحد ولتعود الموسم المقبل من حيث أتت بل يجب أن تستفيد من أخطائها وتعتمد على مهارة مدرستها حتى لا تذهب جهودها أدراج الرياح نحن نريد أن تقف عند مهمة كبيرة لأنها خرجت جوار 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 خرجتهم كما دهام كما مباركي كما هادوس كما دهام كما دهام ويجب أن تقف عندها فرقة مليحة كانت عندها فرقة بالصح ولكننا نحوث أن تكون فيها رجال يكونوا فيها رجال اللي يخفو على هذي اللازم نحن فارق كما جمعية وهران اللي هو يعتبر خزان الحاضرة بطولة الوطنية الأولى نظر اللاعبين اللي كانوا في مدراسة جمعية وهران هم اللي ينشطوا حاليا البطولة ويصنعوا المحابة لتعب بطولة الوطنية الأولى نحن نتأثب جدا اللي إقضاء هذه المدة في القسم الثاني لأنه فارق كما جمعية وهران يلعب الأضواء الأولى في القسم الوطني الأول مش القسم الوطني الثاني أولا نشكر الأنصار اللي رحم كما لك وقفين مع الفريق تحم وخاصة القناة في الأوقات السعبة ونظن يعني هذه مش حاجة جديدة بالنسبة للأنصار يعني جمعية وهران جمعية معرفة يعني بالمدرسة تحها بالكرة الجاملة تحها وبالأنصار تحمل يعني اللي كانوا في كل مرة في المستوى وده شرف اللي مهمة قبل كل شيء أما فيما يخص نظن يعني جمعية وهران اللاعبين أنا نظن جبل يا ربي سلامين بوليتيك يعني اللي صارت مع جي اسكا اللي زاني كاتر فاندي سات كاتر فاندي زويت فارق كامل تجدد أغلبية لعبين هما شبان متكونين من مدرسات جمعية وهران ونظن يعني برهم بالأمكانيات تحمل أغلب يعني في البداية يعني واحد ما كان ينتظر فيه يعني باشي يحصل باشي كوي يديروا مشوار هذا ويكونوا في البوديوم ولكن هذه نتيجة تعمل النتيجة يعني مجودات نتيجة يعني تضحيات تعلاعبين ليرهم شبان وأنا نظن يعني ببالاك يعني نقدر نقول سيدي جوكي سانتاري فيان بيتو فارسك واحد ما كان ينتظر فيهم ولكن أنا نظن الفرق هو الأمكانيات الفرضية تحمل إخلاتهم يعني يحصلوا على النتائج هذه والمرتبة هذه لالالالرجularي تنظر ونظن نحن العباسي اللي ليدي ذي ذي كيب اللي بلي ريجولي يعني اللي بلي ريجولي يعني دي رل الشمبيان هذاكامل فراسك كومل الضطر ذزي كيب ديفيسي لسيفري كانت البرپارسي في رامضان كانت عنا شوية صعوبات في الديبي والحمد لله كماجنك إلي جانكلة أههد في الديبي كانت إكيب تعيجان بلوك الببليك لازمو مكاش كما يقول لك دير فيها تقيقة كبيرة شكراً لكم. 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 بالدم. شوفت الصور بالدم. أسكن دوني فرق تير بالدم. انت هادك خوبالك ضربوه. ضربوه سنك جوارتها بنا بس. نهار فضي انت نهار تضربت في بوسعادات كلمنا عليك حتى كوسائل إعلام ونددنا وقلنا سيبان وغمالك ومنجر ولا مستشاطع فريقي ينضرب في ملعب. سيبان ورمال. بساحة انا محبيش نقوي عليها الضجا. ليش ما نقويش عليها الضجا. برسكو انا نستنى العفايس في الفوتبول الارجيريا يسراه. يسراه. الله جاني يرفوها المديري الأم الأمن الوطاني كرمت الناس على الروح الرياضية. هذه لازم كل شهري كرمر بشي الناس. مشكروا مديري السلام الوطني على العلوجيز هذا. نعم. باش نولي للنسي. باش نتكملوا على الازموا جستما واشن هو اله ديتوا في الاستقدامات في هزة الفترة. بونا نحنا كما مزلنا با كما قولك للاخر تاحت طالعة مازل ما ما رح تناشتها. كمستشاة تعرف امرأة جبديت وفكتي شوية لعبين. هي كما يقول لك دوك هاد راسمان ان شاء الله مع المدرب موسى مع الموموح ومروان ومع المناجر العام هواري بين امر. زيد معهم لاجوان مرين. لحاج مرين. راح ينجتمعون ونديروا كما يقول لك انتراسيوه للخريطة العامة العامة المقبل ان شاء الله. كما يقول لك ما يكون غير الخير. هل لعباء لو احسن اللاعب لي كان هذا الموسم رح يقعد في الجمعية ولا راح يروح لكم. هذه مصلاحية اللاعب والبرزيدون دوك عباك احنا ما عدنا شغل اللاعب واحد راو فيزيا. هل لحضروا لكات جوار. نستمو هل احنا تعاملوا باش يقعدوا او لا. بيانسير احنا مادة بينا اللي مدلو بلس اللي كيبها ديا مادة بينا يقادم انا. دوك ولا اللاعب شاف رأي واحد اخر ولا انا وطنك انسيان جوار. امام انا سوال سوال لعب انتاكم كل عندهم مادولينا مكونين من جمعيت واران. مازالوا تحت عقد احنا شوف احنا شغلا بولي ديكتان احنا نطلعوا لانجوار الشيني EJ دور ايدي ان سينوار لقسنا على عقد درولات اي عن هنبليا عقدальный اعقد سيد من مدته س Taotah 5 سنوات. هل هنا� simulated ينافق ان نحميوها نحميو النافق نحميو انفسنا ونحميو اللاعب. تستمشى. كما قولك مانحمر ونموح. هم اللى داروها ديرو ه�� lots إن شاء الله سيبقى الاستقرار سوف لا يريدون أن تبيعوا لعب لتدخلوا أموال كبيرة مثل تنظر فينانسيار لكي تبقى أنا سيقصيد كبارك نحن نفيد الفرق الجزائرية كما بالقروية رأو راح لتونس بالقروية وين كان في الجمعية بو مشرارة ويدلي بو جورت في الجمعية بو ألم حمية بو أزليف ليسما دونك إحنا مدبينا جمعية توهرا أنا لكل حال أزليف ميشنو مدبينا جمعية توهرا تقعد توجور تمدلي جور لكلوب أزليف لماذا يرزوا تاكم أحسن لعبين تاكم هم؟ هل لهم عندهم عقد؟ ما زال عقد تحهم؟ احنا جمعية توهرا مكلاش لعب بلبر هذي المعلومة لكما أحبها لعبين مربوطين بعقوب وباش يروحون في جزء الإدارة بالنظام والإدارة تعطي لهم حقهم وليحبوا يروحون كما يقول لك ما يصعبوش عليهم وهذه هي كرة القادم كما يقول لك رزقتها جوار هذا هو وما دعبين احنا كيروحوا دي جوار ويكلاطئوا فيه كيب واحد اخرى قال كانوا عندنا وكما الواسها راح يتستمر مع الجميع ماشي يمفرغ منه يقعد في جميعيه توهرا أطول وقت ممكن ولا عبينا حديرهم سقف الأجور لا بسقفين لا بسقفين أجور تانا بلا لو اسم لا بلا ذاك الأمي لا كين لقابين عندما نتمنى في قالت بلا يتعلى رجل سيدي جوار وليتفا ميلا وين كين دي مو من وين ما زال مشاونا وليو كما نتحس كردني أمتح ولمات بلا أقل هم دائرم وكان لدينا أيضا هم دائمودة معركة فيديرهم معا 우리 كلما هدرا لم يكن لدينا جنام الملادات سيكون ملادوه نحن لا سعود تأكون مفشك الحمدوه دعوغر أقوار إمكانية ضائلة جدا وخاصة لعبين شباب شبان وزيد عام الاستقرار لعب دور كبير لأنه مواسع عنده حوالي موسم ونصف وحتى الاستقرار على المسيرين وزيد اللاعبين لأنه نظن هذا هو التمار لخل هذا الفريق بالإمكانية ضائلة باش يطلع نعم هنهنه مرة أخرى الفرق الثلاثة جميعيه وحرات إحاذ بالعباس ونصر حسندين ونهنه أيضا فرق ثلاثة لصعدة القسم الوطني الثاني وما نجم القليعة غليزان وتجنان فلسيتاشون وإن شاء الله حد أوفر في البطولة الاحترافية الثانية بعد جمعية وحران اتحاد العاصمة احتفل بالبطولة بتتويجه في البطولة احتفال الكبار يوم الخميس الماضي ضد فريق وفاق صيف كان هناك تعادل لكن الاحتفالات كانت كبيرة وكبيرة جدا نشوفوا هذا قبطاش بينما جاء هدف فاق صيف عن طريق اكرم جحنية في الدقيقة الواحدة والعشرين ورشيد ناجي قبل ثلاثة دقائق من النهاية وبهذا التعادل يكون اتحاد العاصمة قد رفع رصيده الى تسعين وستين نقطة بفارق خمسة عشر نقطة كاملة عن ملاحقه الفاق صيف وشبيبة القبائل وعقب صافرة النهاية يتسلم نصر دين اخوال الدرع البطولة من يد وزير رياضة محمد تهمي يطلق العنان لفرحة الغابة عن بيت سستارة منذ 2005 خمسة هو عرسم كبير شهده ملعب عمر حمادي كانت فيه البصمة المسمعية بتيفو عبر من خلاله عن تضامنهم وعدم نسيان المناصرين سف الدين وصفيان الذين غادر الحياة في تلك الحادثة المأساوية في مدرجة ملعب خمسة جويليا الأولمبي مبروك مرة أخرى لاتحاد العاصمة لعود التتويجات في هذا الموسم دعبوك حبيت قبل ما نعود لها التتويج نعود قبل لأننا كنا تكلمنا على فريقنا الوطني زندين فرحات زندين فرحات لبعد ما عرف أنه ما كانش في القائمة تعلق 30 جويلي لو فلسيته لأنك كانت عنده فريمان سازفاكو هاد لجول عنده بسيكولوجيكما يلي تخيفه لأنك تكون ماشي مستدعي في 30 بعد ما كان عنده أمل كبير وما تجي وتدير مقابلة كبيرة وتسجي الهدف شپس كاللعب هاده عنده أبونا هنظر أبونا هزانى أبونا عاملو ما شهد عاملو ما شهده لا نطلع انه كان بعد الأبوeding فريق سلوباني كان لها مانك ليس لضاهم لما تعمل على كل المشكوهنا ولّاً لغاية لغاية المشكوهنا والتأكيد صغيراً يقول لك بعد المنزل يجعلون فريق الواطناني لديه أمكانية يجعلون لا 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 يا أرى شوفوا معنا سوارك فريق الواطنان لا 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 بشيخ الأزوهير ستحدث مع المدربين جزاريين وكلهم اللي عندهم كفاءة لكن يبغفالود فاز بالبطولة مع وفاق سطيف العام الماضي وفاز مع التحاد الجزائر هذا الموسم يبغفالود اللي كان أيضا على رأس فريق كأس إفريقيا أيضا لسيلكشن في 2010 donc يبغفالود نقدر نقوله باللي الميريت اللي رفينة aussi لا ما نحلوش الميريت لا لا دو تيتر في عامين لا ما نحلوش الميريت اسمع يفو ديري شوز كما لازم الحال تحكمي أي مدرب جزائري وتحطي في أكبر نادي تحطي في هالإمكانيات وإحسن لعباد أنا نظرنا حيعمل نفس الشيء حتى وعلى شخفق مع سطيف لأنه ما كانت نتائج ما كانت اسمع الميريت رفينة aussi عصيزة جواء عصيزة جواء العصيزة جواء العصيزة جواء والمغيط أيضاً يعود إلى لازاج والتعوب إلى نزيري مفتاح بالملاط زغدود وكام اللعبين تعتحاد العاصم معلين هنوهم انقوموا بهذا التتويج إن شاء الله حد سعيد وإحنا نسلنا ونسلنا وفي هذا الكاس الإفريقية اللي يتخص هذا النادي الكبير فوديل يعطيك صحة اللي كنت معنا اليوم نشكرك على الحضور لأننا جتنا من وهرا سبيسيال ممطول اللي نشون وكي أعطيك صحة وانا قايت سما فيان قرون بليزير نشوف شيخ سعدان اللي نحبوه بزاف وشيخ جلول واللعب لكم نسيبورته بكري ذو كراني يقدامو وصابي بليزير لنكي أعطيكم صحة للدعوة ونكورين فوان كما يقول لك هني جمهور جمعية وهرا نعرض صعود المستحق وكما نبعدهم فريق إن شاء الله لعب المال نوعدهمش فارغ نوعدهم بسياسة تشبيه بوحدة أخرى إن شاء الله نشارح لومانتيا على الأقل لومانتيا هذاك مفرغ منه وإن شاء الله كما قلت تمنى وغي لخل الفريق الوطني لتعنا لبلادتنا بورسكيو هذا علام واحد قاعد نغنو نشيد وطني واحد ومارسي صحة لكت معناكم دابي سيد معنا اليوم بركة نعطيكم موعدنا الأسبوع القادم الأسبوع القادم مع الحدث الكراوي اللي رأي يسدنا فينا وهو أول لقاء ودي لفريقنا الوطني فرقة شرق راح تكون متواجدة في سويسرا وتعطيكم كل جديد كل صغيرة وكبيرة على هذه المقابلة قبل أثناء وبعد اللقاء لنسوك كما كل خطران نشكر كامل التقنيين اللي كانوا معنا وصحروا معنا اليوم كامل التقم الصحفي لعدلكم هذه الحصة على رسول جمال ومدور زميلي ذو كان نقول لكم قوة الأخير تلافرواحكم مع السلامة تلافرواحكم